المشكلة المهمة أن أقول لك يجب أن يكونوا منساج مين في الفراش كل شيء يكون لي الحل نقدر معك بعض الطريق أقول لكم لسوك أخي أنا أخير أخيرا أن المرأة حتى لما كانت واضقة من النفسارة الرجل لا يتقش فيها كانت المرأة يكون السيدة ها شوفوا الخلفة ها ظرف شو رأينا والطول ماشي غير الخلفة حتى الطول السلام عليكم يا أغلى متسبعين مرحبا بالناس الجداد اللي نضموا القناة والناس الأوفية اللي دائما معيكم القناة كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى ألف خير عودة مستمرة مع المعالجة الروحانية والنفسية إلهام تاود وأيضا عندنا أسئلة إن شاء الله حتى نعود أن أعطوها أسئلة أفرا اللي بطبيعة الحال خلوها لي البنت في التعليق فمباشرة ندوزوا للدكتورة الفاضلة إلهام تاود مرحبا بك بما أنك تعالجي بالمكملات الغذائية بالإضافة لبنوز فأول سؤال ستتعلق بالشعر ومشاكل الشعر بزفة النساء اللي كيطيح لهم الشعر ديالهم خصوصا من اللي كيبدوا يتجاوزوا ثلاثين والفوق وأيضا كتلقي حتى أطفال ورجال تهما كيعانوا من تساقط الشعر بالإضافة للشيب فحاولي هنا تعطينا نصائح اللي غدا تفيد الناس اللي كيشاهدوا هاد الفيديو اللي كتتعلق بالشعر يعني كيفاش نحافظوا على شعرنا أنه ميتساقطش لنا وأشنا هم الفيتامينات اللي ناخدهم باش يحافظوا لنا على الكتافة ديال الشعر ديالنا وأيضا حتى الأشياء الطبيعية اللي ممكننا نستعملوها وتحاول أنها تحد لنا من الشيب أو لا ترجع لنا اللون لشعرنا بالنسبة للشعر كانين بزافة العوامل اللي كي أتروع ليه كمثلا عوامل نفسية بحل شوق إموسيونيل أو لا الشي الشي سترس ولا 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 الضغط ولا 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 كي قدر يكون عود تاني مشكل تغذية مشكل الجو مشكل ديال الماء بناد موش كي يشربو للا والماء اللي كي يشرب كي دير هادو عوامل كي أتروع على النمو ديال الشعر على اللون ديال الشعر كين النوحاس لكان عندك نقص النوحاس كي أتروع على اللون ديال الشعر أحد قضاء شي خوخة لما كي تتفضل لالانة أكسيدون يا سيلينيوم ل radically канطphony اكسيدون من هناك شعر الموهم غدا about這一 новые وامر START N'll be there ويخل يمكنكم العامة جديدة�� شفيفة احبا سادية واذا ندير حتى زيوت ما نعود لكم الخلفة اللي ناضط لها وانقول لكم الاسن و السر انتم شوفوا ها ها شوفوا الخلفة ها ضرف شهرين والطول ماشي غير الخلفة حتى الطول ولا حتم عدبة هانتم حتم عدبة كيني شي زيوت مثلا كينه شي ماركة كتشريها غالية خصك شهرين طلت شهر 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 عام عامين وانت متبعها عادة باش تقدر تبع لك النتيجة ولكن ذاك الشي اللي كان ستعمل انا النتيجة فورية ركشتو مش غير شعر خلف وانما حتى الطول حتى الطول مع انني ما دي كندير لي ده بل اسباغة للي الساج لوالو مخليها حكاك حتى نعالجو عادة باش ندير لي اسباغ وتبارك الله طوال بزاف غير باش نقول لكم الموضوع مهم لا بغيتو تشاهد مع الفيديو طويل لا بغيتو تعرفوا ايشنا هما الزيوت وليكم بليمو آلي منطق اللي كان دير معلكم الا وتابعوني على الانستغرام ان شاء الله لكم خاصة لبغيتو تديرو شي شي زيوت خاصة الفروة ديالا الراس تكون قيمة شي تديرو زيت على زيت على زيت على زيت على زيت على زيت على زيت شعر مني كيكون دسم او لم يددم ارا هاداك الشيك المسام كتسد حاجة اخرى كيف ما قلت لكم دابا انا مشي كنشري مثلا واحد الماركة وكنستعمل حيث هذيك اللي مارك كيكون فيهم هذوك الكمبوزون ديالهم هذوك اللي دوز صغار بزاف باش كتعطي نتيجة خسك وقت كبير ولكن انا يكن دير لي دوز عن حسابي حيث مع اصلا هذيك الخدمة ديالتي عارف اشنا هما لي دوز اللي خسني ندير عارف اشنا هما السميت اللي خسني ناخد وبالنسبة لشيب مني كتكون عندك نحاس ناقص نحاس مني كيكون ناقص كيغير لك اللون كي يجو هادا كي العفل ميلا بالعلاج كتشوفوش عندكم شي انيمي وش ناقص كم الحديد كي تقدروا تديروا التحاليل باش كتعرفوا هاد شي كتشوفو حتى اه الزنك كتشوفو الكويفغ اللي كيلعب علاقة باللون ديال الشعر كتشوفو اه ايش كي يقولو اللي السيلينيوم اللي انتي اوكسيدا اه كتشوفو السيليكون يعني كينين بزاف اللي كامبليمواليمونتار اللي كيعونو ان الشعر كيرجع وكيرجع كتر من اللون وكيرجع بصحة وايضا الزويوت اللي كيساعدو على تومع لنمو الشعر ودي زويل اسمسيال حتى هما كينين دي زويل اسمسيال اللي زوينين على الشعر كنخلطوهم مع زيت الخروع اللي كيكونو من ذلك الشعر المهم كيف ما قلت لكم لا بغيتوا معلومات قيمة كن شكرك عليها وأكيد أنا اللولة ستسافد من هذه المعلومات ونزو ذابة للزوج كنعرفوا احنا المغربيات أو النساء العربيات يعني بزبط النساء كيعانوا مع الزوج ديالهم بمشكل عدم الثقة يعني بزبط النساء اللي الزوج ديالهم كتلق لي ما كيخليش لي مصروف كتلق لي مثلا بغيت هذه الحاجة ما كيتيقش فيها ما كيعطيهاش كيحبسها ما كيخليهاش تخرج كتلق لي بغيت نشي لها البلاصة ما كيتيقش فيها كيقول لا رجلي على رجلي فقالوا كيطيحوا في واحد المتاهة وكيولوا في واحد الصراعات الكبيرة فهنا فما أنك يعني عندك حتى يعني معالجة المشاكل الأسرية فغندوزوا ذابة تبارك الله صراحة أنتي مدام إلهام موسوعة متكاملة المعالجة معالجة روحية معالجة نفسية معالجة المشاكل الأسرية وأيضا أخصائية تغذية ومعالجة للمكملات الغذائية عالجة قلت لك أنتي موسوعة وكاملة متكاملة يعني اللي بغيناه غديلقاها عندك فقالوا ندوزوا مباشرة للزوج كيفاش المرأة تقدر أنها تكسب ثقة ديالزوج ديالها ويخليها تخرج هو واطق منه ومتأكد أنها ره إنسانة صالحة وإنسانة رغم أننا الحمد لله إيه الوحدة اللي كتزوج ره بطبيعة الحالة غتكون إنسانة صالحة غتبغي راجلها ولكن كانين واحد المشكاكين كانين واحد النوع ديالرجال اللي فيهم الشك وهذاك شك يخرب هذيك العلاقة فحاولي أنه تعطينا نصائح سواء المرأة كيفاش تقدر أناها وخرج لفاذاك ديفو تقدر تجاري وما تعصبش معاه وحتى لكانوا الرجال كيسمعوا فينا حتى هما يطفنتوا ويحاولوا يحيد منه ماذا البيس الخايب ويعملوا بالنصائح ديالك أكيد بالنسبة للموضوع المرأة والراجل موضوع طويلا بزيف باش نقدر نقدر لكم بعدها في خمسة دقيقة لا سوف يسالي غير هو بالنسبة للمصاريف والتفاهم وذاك شيء لا يمكن أن نساليه في خمسة دقيقة ولكن سوف نلخص لكم بالنسبة المشكلة التي توقع بين الرجل والمرأة لا يجعلها تخرج لا يجعلها في خمسة دقيقة المرأة لما كانت واطقة من النفس الرجل لا يجعلها المرأة لا يجعلها المرأة لا يجعلها ولكن إذا كانت لديك المرأة سوف يتقف فيها المشكلة المهمة والمشكلة المهمة أقول لك ما يجعلها 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 في الفراش كل شيء يجعلها لا يجعلها نظر معك بعض الطريقة الزانية يجعلها وقلت لا يجعلها إلى مشكلة العظم الطيقة أو لأنه لم يجعلها تخرج مجرد لأنه لا يجعلها تخيف أنه تتخيل ولا تتخيل تتعيل عن بين كنا نهضروا على المرأة و سؤالوا لكي يتعلق بالمرأة الثاني بالزوج وبقى وعدنا ده بالأطفال المشكلة اللي عدنا في الأطفال تلبسها من عندي واحد سيدة وهي تبول لايرادي يعني عندها ولدها تقريبا عنده 8 سنين و رغم ذلك ما زال كي تبول في الفراش من الليل الليل هي تقهرات بزاف من ناحية ان البولة دياله حامضة و كتخلي واحد الريحة و عدا باش خاصها يوميا تخسل هذك الفراش و حتى الدري ما خاصوش يعني تاه هذك تبول أراضي ولا كتخلي النفسية دياله خاسرة ما كيكون شواتق من راسه فهنا باش تقدريت نصحي الأمهات و أشنا هي الطريقة اللي يتبعوها باش يتفادوا هذ المشكلة تبول كان نشوفو على حساب العمر تعد الدري يتحرف عمره لكن صغير كيقدر يكون أنا و ما كيتحكمش المتانة دياله أو اللي يقدر يكون عنده آآ كان نشوفو عود ثاني المشاكل العضوية كان نشوفو عند العطب كان نشوفو وش عنده ضيق في المتانة وش عنده هذو كديدا في ديال المعيدة وش عنده كان ديرو لي التحاليل كاملة مني كان نشوفو هذا الجانب ديال ديال العضوي كان نشوفو الجانب النفسي كان نشوفو وش عنده مشاكل نفسية حيث مع بعض المرات كيكونوا الدراني مساكن كي يعانيوا ساكتين كي يعانيوا إما في المدرسة إما شي واحد كي عاملهم معاملة خيبة إما كي بغي يبقوا صغار إما بزيف ديال العوامل كي أترو ولي كي أطروا عليهم اللي كي يخليهم أنه بحيلة قلتي كي بكيوا في الليل كي بكيوا عن طريق التباود العلاج لكان مشكل عضوي بحيلة قلتي كيتعالج بل عنده الطبيب لكان مشكل نفسي عند البسيكولوج او اللي بحل عند ليزيبنو تيغبت بحل ندب احنايا كي جاعدنا مثلا دري كنشوفو أن عقل واعي ديالو أنه بغي يو اللي نقي بغي يحسبو الكمفور بغي ينوض نقي وكنشوفو مشكلة يعني العقل لا واعي ديالو لشن هي ديك المشكلة اللي كينا اللي مقطر عليه أو اللي داك الحزن اللي داخله وكنشوفو مثلا عبارة عن اقتراحات او اللي قيصاص او اللي كان نعالجو ذاك اللي كان يعطيو الحل العقل الباطني اللي هو بدورو كيمشيل ذاك البلاثة اللي فيها الخلال وكي يقدر تدري من بعد كي يخرج ذاك شي اللي عنده مثلا ذاك المشكل اللي عنده او ذاك الحزن اللي فيه اما عن طريق الرسم ولا الموسيقى او لا او لا يكتب شي ورقة لهذاك الشخص اللي اه دا او لا يعني كيني مزاف دي هذاك يتم علاج سلوكي يعني كنشوفو كننعالجو ببليبنو تيرابي ببليبنوز وبالعلاج سلوكي يعني ما راحل عبارة عن اربع ديال الجلسات وفل ان شاء الله في الجلسة الرابعة كي وليد تابعوني على الانستغرام ان شاء الله شوفو كنشكركم شكريتا سديولي المميمات خواتاتي اللي متابعيني في القناة كنقولكم شكرا شكرا على الدعم ديالكم شكرا على اعتقاد ديالكم والناس جدا لأول مرة كيشاهدوا هذا الانترفيو ان شاء الله هتكون هذي بداية سلسلة للعديد من الانترفيوات مع المعالجة الروحية والنفسية واخصائية تغذية الهام التاود دمتم في امان الله نطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد ودائما كنقول لكم قناتي هي كتقدم دائما جديد جلبة جديد القفطان جديد اكسسوارات اكابيجو وايضا ايضا اللي غادي تزاد عندنا هو الاخصائية النفسية والروحية الهام التاود مرة مرة غتكون معانا في القناة تقدم لنا لنصائح هامة وقيمة وما تنسوش عندها قناتها في اليوتيوب اللي هي الهام التاود وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف اللي بغا يستفد اكتر واللي بغا يتعرف عليها اكتر حتى هي ره قناتها عندها محتوى رائع وزبين دمتم في امان الله وانتلقوا في فيديو جديد اكيد